صح 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 مارودانا آآ معانا اليوم بالستوديو ست أنا بتذكر أول مرة شفتها بالألفين على ما أعتقد ستة أو ألفين وسبعة دخلت هيك بقول مين دي حوالتي زي أنا حوالت أول مرة إنه إيش فيه قالوا لي عايز تيت شريني رفاعلت أهلاً تيت شريني رفاعة هي يعني أيقونة في عالم الموضة والستايل أسست يوماجزين يومن وكانوا قصص نجاح عملوا قلبي يعني عملوا ريفولوشن كاملة في عالم الماجزين في الأردن وعربياً أيضاً واليوم عم بتحضر لجوردن فاشن ويك صباح الخير يا حلوة صباح النور good morning I'm so happy to be with you وإحنا كمان مبسطين كتير وصراحة إحنا بيصحصح من حب دائماً نسلط الضوء على كل ما هو جديد وكل ما هو مبدع في مجتمعنا خصوصاً لما تكون صاحبة الفكرة هي سيدة لأنه إحنا مع أنه المرأة هي اللي بتدعم المرأة ونجاح امرأة معناته نجاح رهف ونجاح لنادية اليوم بدنا نبدأ نحكي عن فكرة جوردن فاشن ويك نحن نسمع عن بارس فاشن ويك وميلان فاشن ويك شو قصة جوردن فاشن ويك هي فكرة صلها موجودة ببالي لفترة كتير طويلة وإنتو زما هلأ عم تقولوا بتعرفوني كتير من زمان أنا كتير عندي شغف لفاشن ويشتغلت فيه لفترة كتير طويلة نعم بسافر على فاشن ويكس وبرجع وبتطلع بشوف إنه في عنا كتير مواهب شابة موجودة هون وصار الوقت إنه نسلط الضوء على إبداعاتهم فصلي تقريباً السنة عم برتب لهذا البلاتفورم وزي ما دامن بقول هلأ لنا حق على بلدنا إنه نعطيهم هاي الفرصة الله عليكي سنة لكم عم بربو من شهر ثلاثة تيم كبير أنتو تيم كبير وهي كل هالمنصة بتركز على الأردن سواء عن طريق تنشيط السياحة أو بالمواهب الموجودة حتى المودلز اللي موجودين خمسين بالمية منهم مودلز لوكل من أحل البلد صلنا سنة مندرب ومشتغل معهم وهلأ فعلنا فترة كتير مكثفة تدريبات معهم شو حدو وبردو الخمسين بالمية رح يكونوا في مودلز فروم إتلي فالمقصد إنه نتأكد إنه مودلز مع المودلز جايين من بره رح يكونوا بنفس المستوى بنفس القوة انترسين أنا إلي يعني أنا بتابعك من متابعينك على إنستغرام وبشوف كمية التحضيرات الهائلة وكنت بتسأل طيب جويدن فاشن ويك إيمتا سيبصر النور الحمد لله إحنا عم نحكي عن 29 و 30 مارش 2019 في كمبنسكي عمان عم نحكي عن يومين مظبوط عن يومين جيرين رفعي حسيتي إنه المؤسسات الأردنية دعمت هذه الفكرة كان في سبورت من قبل يعني عدد كبير من السبونسرز تقبلوها واللي حسوها إشي جديد ومختلف لا لا متقابلين الفكرة كتير منيح أكبر في عنا أكتر من حد عم بدعم بس إحنا بتجيع من وزارة السياحة وتنشيط السياحة طبعا طبعا ومعنا هيئات كمان رسمية مثل UNHCR منا كمان هني من البارتنرز والسبورترز اللي معانا نعم وأكيد يعني السبونسرز والبارتنرز دعموا كتير دعموا بشكل كبير أكيد لأنه هذا مشروع كتير ضخم نعم أكتر من ما بقدر إني أقولكم أكيد كان دائما فيه تحديات ولسه فيه تحديات بس هذا الإشي مفهوم منصة جديدة بأول سنة إلا ما يكون فيها تحديات والشاطر اللي يقدر إنه تجو ثروت أكيد الله عليك إحنا شيرين كمان بدنا نخبر كل الناس اللي موجودين كونك اتطرقتي لموضوع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة أدي ممكن إنه الموضوع الجوردن فاشنويكي عزز الثقافة بمجتمعنا وأدي بتحس إنه المصممين الأردنيين متقبلين هاي الفكرة وشو رسالتك للأشخاص اللي لسه يمكن ما عرفوا عن جوردن فاشنويك تشجيع أو تقوية أكتشلي الثقافة الأزياء والموضة بالأردن هي من الأهداف الرئيسية إذا بدي أحكي عن أهدافنا نعم أول شي هي ولاءنا لا البلد وهذا الإشي كتير واضح إنه تقريبا 95% من المصمم المحلي يعني من المصممين هنا مصممين محليين المشاركين بجوردن فاشنويك المشاركين بجوردن فاشنويك هذا هو هدفي هذا هو هدفك الهدف الثاني هو تنشيط السياحة زي ما حكينا الهدف الثالث هو العمل الإنساني اللي عم نعمله رح نحكي لأنه إشي كتير قريب على قلبي نعم وإن قدرت أني أعمل هذا الإشي وآخر شي إحنا هلأ وسعنا نطاق الرؤية العامة لجوردن فاشنويك وعم ندخل بالإدوكيشن الإدوكيشن هو تختص أكيد بالمصممين أزياء مجوهرات إدوكيشن كمان في جانب تعليمي من الجوردن فاشنويك إحنا دائما نحكي على الأعمال اللي تلحق شغفك صح يعني مش زي الإعلام في ناس تحب تصمم أزياء في ناس تحب تصمم جوليري إشي كتير عظيم أنا القصد إنه هادي كمنصة هي مضبوط بآخر نهار الإشي اللي بيشوفه الناس موديلز وديزاينرز على الرنوي بس البنية التحتية اللي موجودة لإلها والإشياء اللي عم تعملها كتير أكتر رح تقدم للبلد الله عليكم يعني الاستثمار بكل ما هو أردني أكيد نحكي شوي عن الجانب الإنساني ست شيرين يعني إحنا بنعرف بإنه أصعب أنواع اليتم هو يتم الوطن اللاجئ في عز الصيف بيكون بردان لأنه بيحس حاله غريب بيحس حاله بعيد الحمد لله إحنا يعني من خلال هالمبادرات وهالبروجيكت الرائعة ومن خلال حمية هالنشامة قدر الإمكان اللاجئين السوريين بالتحديد حسوا بنوع من الدفع حسوا حالهم جزء من النسيج الاجتماعي والنسيج المجتمعي حضرتك أيضا بدك تركزي على هذه القضية الإنسانية بسكم تعلموا مجموعة من الأشخاص التصميم والحياة نحكي عن هذا هلأ كلاجئين سوريين هني عندهم مواهب موجودة وهالي المواهب كثير من المصمم المحلي بيحتاجوا وبنفس الوقت في عن المصمم المحلي عنا كثير من الخبرات اللي بيقدر إنه يساعد فيها اللاجئ السوري وبالتالي رح يصير فيه تبادل خبرات ما بين الطرفين أول بروجيكت رح نعمله إن شاء الله مع اللاجئ السوري هي كولكشن للألعاب لأنه لما رحت زورت بالأزرق وقوق الزعتري شفت شو المواهب الموجودة ودرسناها ومن الإشياء اللي منقدر نبلش فيها على طول هي هاي الكولكشن المقصد إنه نعلمهم كيف يعملوا هاي الكولكشن نبلش نبيحها بعمان في المقام الأول لأنه هو بالآخر إيش اللي بيحتاجوا؟ بيحتاجوا إنه يكون فيه عندهم كاش مصدر دخل مستمر بالزبط حتى نوفر الحياة الرغيدة ويحسوا إنهم هن برضو عم بقدمه مش بس إنهم هن محتاجين وهذا الإشي كتير ضروري حتى لسلامة المجتمع بالزبط بالنفسي الاحتياج مقابل الإنتاج مزبوط فرح يصير فيه أكتر من مشروع مثل هيك إن شاء الله هذا أول إشي وبعدين كتير فيه شغلات رح تصير معاهم إن شاء الله فيه مقولة بتقول بأنه المرأة الجميلة جميلة جدا بتكون للأسف من جوة عندها فراغ أو هذا الإشي اللي بيحاولوا يروجوله بالعالم لكن أنت أكبر من فال لسه فيه؟ لسه فيه لسه فيه ناس هيك بتفكر كوني جميلة وصمت كوني جميلة وصمت طبعاً وموضوع الإيرهد وما إلا ذلك اللي بنشوفه بالأفلام بس أنت أكبر دليل بأنه الست تقدر تكون جميلة وعندها شغف كبير وناجحة وعندها إصرار لأنه لما عم نحكي عن سنة من التحضيرات أنت قلت لنا تحت الهواء سنة 365 يوم من الصبح للليل يعطيك ألف عافية أبدعك وإحنا كثير متحمسين نحضر جوردان فاشن ويك 29 و 30 أذار بي كامبنسكي عمان وفيهم كمان للأشخاص إنهم يتوجهوا لسجلني دوت كوم ويحجزوا مقعدهم يعني أنا بتخيل من أهم الإفنت اللي رح تصير بعمان جوردان فاشن ويك إحنا هاي الست الرائعة منضم صوتنا لصودها ومنشد على إيدها وكل دعم الإعلام اللازم لك يا ستشيري للفاعي بسطولة لك بسطولة لك بسطولة لك بسطولة لك بسطولة لك أهلا فيكم أهلا فيك